قبل الفاصل قلت لحضراتكم هنحكي بقى كصة محمد مغربي لاعب النادي الاهلي المعار إلى التشيك ايه الكصة ويهي الحكاية خلال الساعات القليلة السابقة انتشرت اخبار عن محمد مغربي لكن قبل ما اروح عن الاخبار انتشرت محمد مغربي الاول نفكر الناس بمحمد مغربي اللعب اللي احنا هنا اتكلمنا عنه كتير في برنامج الاشبال هو لاعب مدافع موليد 2001 اللي احنا شافينه قدام حضراتكم زي عنا مباريات كتير هنا على قناة النادي الاهلي وكان واحد من اللعبة اللي اجادوا فيها بشكل كبير وبدأت الناس تحفظ اسمه مصر موسيماني ادالوا فرصة في بطولة الربطة زيه زي الناشئين كتير طلعوا في بطولة الربطة والناس كلها اسنت على ناشئين النادي الاهلي وقالوا فعلا عندنا ناشئين كان هو واحد من ضمن اللعبة دي كان بيلعب مساك وبيلعب برضو باكلفت لكن مصر موسيماني اعتمد عليه بشكل كبير في مركز المدافع أول مباراة رسمية لمحمد مغربي كانت في كأس العالم للأندية تخيل النهاردة لما تكونت أنت لعيب وأول فرصة بتاخدها مع الناد الأهلي مش في بطولة دوري أتكلم على مباراة رسمية مش بطولة دوري ولا بطولة كاس وأمراء أفريقية كأس العالم للأندية أول مباراة للناد الأهلي وجدت كمان في ظروف صعبة لعبة الناد الأهلي اللعبة الأساسية أو العناصر الأساسية موجودة مع متخب مصر فأنت بتلعب بغيابات لعبة مهمة النهاردة اللعب أجاد بشكل كبير جدا وكانت فرصة حقيقة لمحمد مغربي فرص لعبك هتكون قليلة كان خلال فترة بعد كاس العالم اللندية فيه مدفعين كتير محمد مغربي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف كان متواجد وقتها بدر بنون، رامي ربيعة متولي، يعني لعبها كتير فالنهاردة النادي الأهلي ودي سياسة النادي الأهلي ممكن تكون لعب مهم لعب جاي للمستقبل وشوفناه قبل كده فأكرم توفيق لما تمت أعارته شوفناه في محمد شريف شوفناه في لعبة تانية بيتم أعارته يلعب، يكتسب خبرات ياخد مساحة أكبر من اللعب النادي الأهلي أعاره للتشيك الرجل هناك شغال شغل ممتاز واخد الأمور بجدية كبيرة جداً وهو شخصية الولد كده شخصية محمد مغربي إنه دايماً بياخده الأمور بجدية سواء في التمرينات، سواء في المباريات هو نظامه كده يعني محمد مغربي مبارح بدأت تتردد أخبار إن محمد مغربي النادي الأهلي بيطلب عودته ومحمد مغربي بيحط شروط إنه يرجع النادي الأهلي أو بتكلم معاه مسؤولي في النادي الأهلي فقال لهم أنا لو هرجع لازم أرجع ألعب أساسي دي أخبار انتشرت خلال الساعات السابقة إن أنا لازم أرجع ألعب أساسي ويكون ليه دور مهم لو مش هيبقى أساسي وليه دور مهم في الفريق لا أنا عندي عروض تاني طبعا إحنا توصلنا هنا فريق الإعداد في برنامج الأشبال توصلنا محمد مغربي والراجل نفى الكلام ده قطعيا الكلام ده مش صحيح تماما النادي الأهلي لو طلبني حالا هكون موجود في ملعب مختار التيتش النادي الأهلي لو طلبني هكون موجود في التدريبات ده فرصة وحلم عمري إن أنا ألعب في النادي الأهلي فالنهار ده لما النادي الأهلي يطلبني أحط الشروط على النادي الأهلي فالنهار ده حبيت أنفي الأخبار دي وده على لسان محمد مغربي مدافع النادي الأهلي المعار إلى أتشيك اللي إن شاء الله يعني ينتظر مستقبل كبير وهو من الشخصيات المحترمة